وينضم إلي من بيروت دكتور سامي نادر أستاذ الاقتصاد السياسي ومدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية دكتور أهلا وسهلا فيك مجددا على البرنامج يعني الموضوع مبلش بخلاف أو حتى قبل ما يبلشوا يجتمعوا راحين يجتمعوا وهن مختلفين طبعا فيه فوايد لاندمام مزيد من الدول لأنه الكتلة بتكبر أكتر الكتلة اللي بتشكل تقريبا 30-32% الآن من ناتج المحلي العالمي ممكن نتشكل 35% مع اندمام بعض هذه الدول لكن كما سمعنا الخلافات كثيرة ما هي فرص إذن قبول أعضاء جدد والأهم أيضا هل يقبل بعض الأعضاء عدوية بعض الدول ولا تقبل عدوية دول أخرى أولا أعتقد أن الحدث على أهمية بما كان خاصة أن العالم زاهب باتجاه استقطاب وهناك اتجاهين في هذا الاجتماع هناك اتجاه لدول تريد تسييس نوعا ما هذا اللقاء وربما الصين وروسيا التي هي في مواجهة مع الغرب يريدون حشد مواقف دول العالم الثالث أو ما يسمى بالعالم الثالث وريادة هذه الدول في مواجهة ما يسمى بالغرب وحلف النت وهناك اتجاه آخر يعني يتمثل في بالهند والبرازيل وإلى حد كبير أيضا جنوب أفريقيا يريدون إبقاؤه كتكتل اقتصادي في العنوان السياسي يتخذ موقف الحياد أو عدم الانحياس هل على الطولة مسألة توسيع البريكزيت ولكن دون هذا التوسيع عقبات أساسية يعني هناك أولا طلب من هذه الدول الخامس أن يتم الحفاظ على التوازن ما بين القرات مثلا أنه اليوم ضم اندونيسيا إلى جانب الصين إلى جانب الهند تعطي لآسيا ثقلا كبيرا في هذا التجمع وبالتالي سوف يلاقي معارضة من قبل البرازيل ومن قبل جنوب أفريقيا إذن مسألة التوازن على المستوى الأقليم أو القاروي هذه مسألة أساسية ثانيا شروط هذا الانتساب يعني هناك من يريد وضع شروط لهذا الانتساب كمثلا المشاركة والمساهمة في بنك التنمية الذي أسس في شانجهاي والتي أتيتم على ذكره في التقرير إذن هذا أيضا من المواضيع التي تشكل يعني عقبة ولن تسمح لدول بالانضمام العقبة الثالثة أيضا قد تكون تتعلق بالخوف من انحراف هذا التكتل إلى تكتل سياسي ماذا عن انضمام بنزولا مثلا أو على انضمام إيران وهي اليوم في مواجهة مع الغرب مسألة من هذا النوع قد تهدد هذا التكتل الذي سوف ينظر إليه كتكتل معادي نقطة قواته اليوم أنه تكتل وسطي تكتل عدم انحياسي وقد تكون النقطة الرابعة وهذه مهمة جدا أن الدول الخامس لا تريد أن تذوب نفسها يعني تريد المحافظة على هيمنتها فإن دخلت بعض القوى الكبيرة أو الدول التي تتمتع بثقل استراتيجي قد تذوب دور ونفوذ أي من الدول الخامس داخل التكتل إذن هناك بعض العقبات علما أن هناك توجه بالتوسيع قد يكون الحل بما يسمى البركسيت بلاس يعني توسيع هذا النادي الصديق لدول البريكس من دون أعطائهم الصلاحيات الكاملة لأي عضو من الأعضاء الخاص لكن هل ينفي ذلك أهداف البريكس أو يمكن يجب إعادة النظر مرة أخرى بما هي أهداف هذا التكتل أهداف هذا التجمع التكتل صار بيحمل قوة اقتصادية أكبر من الجي سيفن حتى لا بد أن له وزنه هو طبعا ما يدفع هذه الدول الأخرى للرغبة بالانضمام إليه لكن إذا كان هل تتغير المنظومة الاقتصادية العالمية في حال بالفعل تم توسعت هذا التكتل ليتغلب على الجي سيفن بأميال يعني حتى الساعة يشكل 20% من الناتج المحلي والتوجه الذي أو الصين تدفع باتجاه ضم دول أكبر ليسمح لهذا التكتل من مواجهة الجي سيفن نعم من دون تأكيد هذا التكتل يعني له سقل وقد يصبح قوة تغييرية إذا اتخذ خطوات أولى هذه الخطوات وقد تكون الأهم الخروج من الدولار أو إعلان الخروج من الدولار كعملة للتجارة العالمية هذا سوف يقلل الطلب كثيرا على الدولار وبالتالي يهدد قيمة الدولار يعني قيمة الدولار بالأساس هي أنها عملة التداول للتجارة العالمية لأنه بالرغم من عجز ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة وعجز الخزينة أبقى الدولار على قدرة شرائية كبيرة لماذا؟ لأنه الطلب عليه كبير بسبب أنه عملة التداول فصحيح أن خيار عملة أخرى قد أزيح عن الطاولة ولكن ماذا لو بدأت هذه الدول بالتعامل بعملاتها مباشرة في التبادل التجاري؟ أعتقد هذا إذا عمم نعم سوف يشكل تحدي كبير للولايات المتحدة الأمريكية وللاقتصاد الأمريكي لذلك الأنظار مجدودة اليوم نحوها المسألة الثانية المسألة الثانية والتي تشكل أيضا تحول هو تلك المسألة متعلقة ببنك التنمية بنك التنمية اليوم إذا ما وضع سياسة ناجعة يمكن أن يشكل لأنه بدأ أن يشكل تهديدا لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي الذي يعمل ضمن إطار معين اليوم الإطار المعتمد للبنك التنمية التابع للبريكزيت هو مختلف فماذا لو زادت قدراته؟ نعم هذا بالتأكيد سوف يشكل أو يغير موازين القوة على المستوى الاقتصادي على المستوى الكوني البعض يرى بأنه في ظل الأزمات التي تتمر بها الصين بالوقت الحاضر وليست أزمات على أن ما هي ضعف اقتصادي في السنوات الأخيرة يشتد في الوقت الحاضر إنه ليست في منزلة أو ليست لديها القدرة لقيادة هذا التكتل وبالتالي هل تبقى للصين ثقل أو الكلمة الأسقل في قرارات هذا التكتل؟ هذا سؤال مهم جدا يعني قوة البريكز أنه هو خماسي الأطراف وهناك توازن في قوة صحيح أن الصين لمرحلة لم تكن بعيدة كانت القوة الأكبر ولكن اليوم هناك صعود للهند مع الانحدار الديموغرافي أو تأخر التقدم الديموغرافي للصين ومشاكل اقتصادية أو أزمات هيكلية اقتصادية كبيرة تعاني منها الصين لسيما على مستوى تراجع النمو ولا تراكم الدين العام ولكن تبقى الصين القوة اقتصادية على المستوى العالمي ولكن أنا لا أعتقد أنها باستطاعتها أن تجلس في المقعد القيادي هي تريد استعمال هذا التكتل كرافعة لمواجهة الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن وقد تنجح نسبيا في ذلك لأنها السياسة التي تعتمدها واشنطن لا تلقى على الأقل على المستوى الاقتصادي لا تتلاقى مع مصالح دول مثل الهند مثلا فهناك اليوم تضارب في المصالح الهند تريد البقاء على مسافة من الصراع بين روسيا وأوكرانيا لأنها تحصل من روسيا على أسعار نفض منخفضة وبالتالي تساعدها على تخفيض كلفة الإنتاج وزيادة تنافسيتها على المستوى الاقتصادي ولكن قد تتلاقى مع واشنطن الهند في مسائل أخرى لذلك نرى الهند أيضا تعتمد خيار تعدد الإنحياز إنجاز التعبير أو تعدد الاستفاف تصطف مع دولة من أجل هدف معين ومع دولة أخرى من أجل هدف آخر مش بس الهند هذا حتى إذا نظرنا للدول الأخرى التي تتمح بالدخول إلى هذا التكتل عدد منها أيضا أعضاء في تكتل جي تونتي على سبيل المثال فهل في تضارب بالأجندات؟ صحيح مثلا مثل المملكة العربية السعودية ليس هناك تضارب بالأجندات ولكن هناك وهذا نراه أكثر وأكثر في المرحلة الحالية يعني كل دولة تختار التجمع الذي يخدم مصالحها في شأن معين خذي مثلا المملكة العربية السعودية ربما تريد الإبقاء على علاقة مع وليات المتحدة الأمريكية والنيتو لأسباب استراتيجية لأسباب أمنية ولكن ترى في البريكس فرصة اقتصادية هائلة لأن بين أعضاء البريكس تجد شركائها الاقتصاديين على المستوى الأول وبالتالي سوف نرى نحن في عالم يعني يعيد هندسة النظام العالمي أكان على المستوى السياسي أكان على المستوى البيئي أو كان على المستوى الاقتصادي تتعدد التكتلات والانتماء إلى التكتلات يكون على قاعدة ليست إديولوجية إنما على قاعدة مصالح اقتصادية محددة نعم دكتور سامي نادر شكرا جزيلا حضورك معي هذا الصباح اشتركوا في قناة اقتصاد الشرقي مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة مؤشرات الشرق معي أنا نور عماشا